إذن مشاهدين ينضم معنا المراقب للشأن المحلي طلال الجبوري للحديث أكثر حول المشاريع المتلكئة في العراق أهلا بك سيد طلال إلى نشرة الرئيسة يعني عدد المشاريع المتلكئة في العراق انخفض إلى 1400 مشروع والموازنة الثلاثية فعلت العمل ب1321 مشروع متلكة هل برأيك الخطوات المتخذة كافية لإيقاف نزيف الأموال أولا تحية لك سيدة العزيزة وكذلك لكادر قناة دجلة ولمشاهديكم نعم المشاريع المتلكئة يمكن أن ننتصر واضحة عنها بالتالي حينما يعد مشروع من أجل خدمة جيل نعتبره جيل 2010 على سبيل المثال لا يكتمل هذا المشروع إلا حينما يكون موجود جيل 2030 ما معناته هذا الجيل والجيل القادم ما رح يستفاد منه نبني مشاريع كأنما مستقبلية 15 و20 سنة ما يكتمل المشروع لجنة النزارة حقيقة تابع بشكل كبير لكن أيضا هناك فساد مالي في بعض المشاريع وبشكل ملحوظ يعني حتى الأسعار المفروض لجنة الإحالة كذلك تستدعى وتستجوب حول بعض الأسعار التي تحيل بها بعض المشاريع عسى سعر عالي ومتلكئ وما يستفاد من عند المواطن وبالتالي الفلوس ترحبها من ثورة ما معناته أكو تقصير كبير من الوزارات نفسها بالتالي يجب مراجعة المشاريع المتلكئة والتي أعطيت أثمانا باهظة لكي على الأقل يستفاد من البلاد من نسوي مدرسة بالإمكان من نسوي مدرسة تينس مع التقرير كماني قبل لحظات ترميم مدرسة بخمسمائة مليون بينما هي المدرسة تصير بسبعمائة مليون كاملة بالتالي إحنا ليش نراممها؟ نهدمها ونعيد نبني مدرسة جديدة بهذا المبلغ إذا الترميم بخمسمائة القصة عندنا هدور ليش من نسوي مدرسة جديدة بسبعمائة وجاي نسمع سيد طلال عالية وباهظة الثمن بعض المشاريع حتى في مجال الاستكمال أرحب بك من جديد سيد طلال شيء إيجابي أن المشاريع تكون يعني عشرينية ثلاثينية طويلة الأمد لكن المشكلة مو هنا المشكلة المشروع عن نص ويوقف ويكون مبالغ مالية إذا نتحدث عن 23 تريليون دينار هو تكلفة استكمال المشاريع المتوقفة هاي من هو يتحمل يعني مسؤوليتها هذا يعني المؤموال الضخمة الخسائر الفادحة هاي حقيقة ولا انتحية إلك سعيد بسمع صوتك هاي طبعا يتحملها آني وأنت المواطن البسيط وذول اللي داعون اللي يطالبون بزيالة رواتبهم وقار الحصص المالية مالتهم من موظفين تعديل رواتبهم هذول اللي جاي تحملوها بالتالي حقيقة الشيء جميل تكون عشرينية وثلاثينية أفضل من عدم وجوده لأن هناك حتى أكو مشاريع فضائية يعني تجي تلقى مشروع على أرض الواقع مسنود إلى مصاريف ومسنود إلى تخصيص مالي بالتالي هو وهمي هاي فيها أزمان الحكومات السابقة طبعا كانت هناك عدة مشاريع وهمية وخصوصا في المحافظات التي لم يتم متابعتها بالتالي هاي الأموال تروح من جيب المواطن وتهدر بشكل كبير وعلى مرأة ومسمع من المسؤول ماك متابعة حقيقية تجي تلاحظ المشروع كلفته ستة مليون دولار يصير بخمسين بعشرين بثلاثين يا بمو هذا فرق بالمال واثنين المشروع متلكة أنا بالمناسبة ذكرتها بقناتكم في أحدى البرامج عندنا جسر استمرت مع السنة جسر اثنى عسن هسن ننفتح لحقنا عليه استنتجنا أنه صعدنا على الجسير وشفنا المدينة بالتالي لوما الالحاح وكذلك الإعلام وسيد رئيس الوزراء يعني وجه قال احنا بوصلتنا لمحاربة الفساد والفاسدين هو الإعلام طيب ما احنا نتحدث بالإعلام خلي نقلوا المستشاريك عن المشاريع المتلكة والتي تعطى بأسعار وأثمان باهظة خلي شوفون هاي المشاريع هل هاي كلفة الحقيقية لماذا تحال على هؤلاء وهي الشركات بالذات وأكثر من مشروع الآن هو متلكة وأمواله تذهب سدن تهدر بالتالي حقيقة يجب مراجعة ملف المشاريع بشكل كبير والوقوف على أصل بالموضوع الخطأ وين السبب وين بالاستلام بالتنفيذ بالأحالة هؤلاء كلهم مسؤولون ويحاسبون المفروض قانونا طيب سيد طلال يعني لنتحدث عن أولويات الإنفاق يعني الموازنة الاستثمارية في عام 2024 بلغت أكثر من 55 تريليون دينار هل من المفترض استكمال العمل بالمشاريع المتلكئة أم تتشين مشاريع جديدة حقيقة كل الموضوعين هنا مهمات يعني إحنا هذا الإنفاق الهائل المهيب العجيب من الأموال بالتريونات بالتالي ما زال المواطن ما مستفيد لحد الآن إحنا عدنا بعض المشاكل الستراتيجية اللي يعاني منها المواطن اللي هي أزمة السكن على سبيل المثال الوضع الصحي حقيقة يعني هاي مشكلة أزلية ما جاي تنحل صحيح إحنا في بعض المجالات جاي تحقق الحكومة نجاحات في مجال التعليم أنشأت مدارس لكن نجي الأسعار المدارس هي باهضة الثمن ولحد الآن لم تكتمل وإن ستكتمل بالمستقبل لكن المجال الصحي ما يزال تعبان كل مدينة يحتاج لها مستشفى واثنيا وثلاثة وخصوصا في العاصمة بغداد والمحافظات الكبرى البصرة والموصل وما شابه ذلك بالتالي هاي الأموال جاي تذهب سدن في مهب الريح ما إلها متابع حقيقي بالشكل الصحيح وإن كان السيد حيدر حنون وليجنة النزاهة تعمل جاهدة لكن عمليات الاستثمار كبيرة بالتالي جاي اللاحظ عملية تفليش بيوت المواطنين في كل المحافظات طيب إحنا أوجدنا لهم البديل هل استطاعنا أن نحقق للمواطن سكن ملائم ومناسب وبسعر جيد ودعمناه حتى يستطيع أن يروح يسكن به أنا فلشت بيته طلعته بالشارع يروح للمستثمر على سبيل مثال الاستثمار الخاص وليس الحكومي يلقى بيته بخمسمية وستمية وبمليار شون يقدر يسكن به وقاعد بالتجاوز ما ممكن هاي المشكلة ما حد ينتبه لها أنا أخاطب الحكومة بهمتها وعلى رئيس السيد الرئيس الوزراء هناك مشاكل جذرية المواطن في أمس الحاجة لأن تكون الحكومة متابعة لهاي الأمور حتى يستنى إلى على الأقل يستفاد من بلده وما يعيش مظلوم ويموت مظلوم نعم بسه مقابر راحت مساكن همتروح ما ممكن طيب سيد طلال أفخم موازنة بتاريخ العراق البرلمان مقبل على التصويت عليها نفقاتها بلغت أكثر من 210 تريليونات دينار ما الضامن أنه يعني الأسباب اللي أدت إلى تلك المشاريع السابقة لن تعود مرة أخرى نتحدث عن الكومشينات إحادة المشاريع لشركات غير مختصة وغير رصينة أو ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية للأحزاب والله العظيم حقيقة الموضوع مهم جدا وسؤال جدا دقيق وأشكرك علي لو رفعنا هذه الأياد التي تكاد تكون بين الحين والآخر موجودة وعلنا وليست خفية بس البعض منها خفية بس الظاهر بالعلن أنه أنت ممكن تعرف هذا المشروع ما أغذين عليكم من شيء وما أغذين علي لجان اقتصادية ومكاتب اقتصادية شون تعرفه من تجي تلقى سعر يعادل سعر ثلاث مشاريع مثله يعني ما معقوله أسوي جسر بالنجف بست ملايين دولار وأروح ألقاء بغداد باربعين هذا فرق كبير لازم أكون تدقيق بالعملية بالتالي لو رفعنا هذه الأياد شوف الأموال وين تروح تروح للمواطن المواطن يستفاد منها بمدرسة ومركز صحي ومستشفى وجسر جديد ومدينة لربما تبنى بغداد جديدة على سبيل المثال ممكن أن نسوي بغداد الإدارية من خلال الميزانيات المهولة اللي ذكرتها حضرتك ونقل بعض الوزارات إلى تلك العاصمة الجديدة شون من خلال تقليص الهدر بالمال العام والاستنزاف الكبير لتلك الأموال اللي تروح لجيوب الفاسدين وبالمناسبة الآن تلاحظ بعض الأسعار بالعقارات مرتفعة من يشتريها طبعاً ذول اللي يعدهم أموال طائلة قام يخاف وين يود فلوسه يشتري بيها عقارات من أين لك هذا لو يفعل بالشكل الصحيح لو وجدت الكثير من هؤلاء يقبعون في السجون بالتالي نحن نلاحظ أكو جهد حكومي والسيد رئيس الوزراء مشكوراً أنا لاحظت في بغداد وبعض المحافظات أكو عمل لكن أسعار باهظة وكذلك أكو تلك وكذلك أكو مشاريع أهدرت بشكل كبير يعني إن ولد طفل يصير عام وعشرين سنة يالله يستمتع بهذا المستشفى ماكوش قياس بالعالم دولياً عالمياً إقليمياً ماكوش قياس شكراً نعم المراقب للشأن المحلي يا سيد طلال الجبوري شكراً جزيلاً لانضمامك معنا شكراً جزيلاً لانضمامك معنا